عندنا بطولة مهمة اسمها البطولة الأفريقية لكلنا منتظرينها وخلاص دخلنا في عشرة وعندك مباراة مهمة جدا يوم 17 ويوم 23 الشهر فإن أنت بقى تتعاقد مع موسيماني تتعاقد مع غيره الأهم حاجة أنه مجلس الإدارة أنت النهاردة بتدور على طبعا ليك أسباب وموسيماني مش يعني أول مدير فني أجنبي أفريقي لأن طبعا فيه مصريين ولما نقول فيه مصريين يعني هما بالتالي أفرقى فعشان بس نحدد الكلمة هو أول مدير فني أجنبي أفريقي لأن لا بيقولك ده من قرارة الأفريقية مجلس الإدارة على مر تاريخه بالتأكيد إدارة الأهل الحالية لما قررت أنها تتعاقد معاك كان فيه أسباب والموضوع مش أننا نروح نجيب مدرب من أوروبا وخلاص لا هنا النادي لما بيشتغل بيشتغل على الهدف ولما بيدور بيدور على الهدف الهدف اللي بيحقق في النهاية إسعاد الجماهير علشان كده موسيماني لاختيار طبعا يمكن الكرة مكسب وخسارة وكلنا عارفين كده بس المطلوب من أي مدير فني هيجي من الأمر حتى وأي لاعب النهاردة أنه يشتغل عليه ويبدل أقصى جهد أو أقصى مجهود دارة النادي الأهلي شافت أن الموسيماني ده هو رجل المرحلة هو عنده راجل عنده خبرات أفريقية رائعة جدا أفضل مدير فني في القرى يعني موسم 2016 كان مدرب لسانداونز وفاز معهم بدور الأبطال وكاس السوبر الأفريقية عندنا مواجهة مهمة قدام الودات زي ما قولنا وهو على فكرة من المدربين اللي اتقابلوا مع الودات كتير جدا وعندنا يمكن هدف النهاردة تاني أنه الأهلي يكون عنده فريق قادر على الفوز بكل البطولات الأفريقية هو ده هدفنا الموسم اللي جاي هو ده هدفنا هو مدير فني عنده خبرات في تكوين فريق الفريق ده قادر أنه فعلا يحقق الهدف ده وكمان عارف فريق الأهلي كويس وعارف اللعيبة لأنه اتقابل يمكن مع الأهلي أعتقد أربع مرات وحقق حلمه النهاردة أنه يتواجد مع النادي الأهلي واحد من المدربين الكبار في أفريقيا قاد فريق سوبر سبورت يونيتد من موسم 2001 لموسم 2007 تواجد في الجهاز الفني المنتخب جنوب أفريقيا القرط القدم كمدرب مساعد من موسم 2007-2010 وقاد منتخب جنوب أفريقيا كمدير فني من موسم 2010 لموسم 2012 وبعد كده قاد فريق سانداونز الجنوب أفريقي من موسم 2012 ل2020 موسمان يحقق خلال مسرته التدريبية دي عشر ألقاب خمس ألقاب في دوري جنوب أفريقيا بطلتين كاس وبطولة ولقب دوري ولقب دوري أبطال أفريقيا ولقب طبعا على مستوى السوبر الأفريقي